في شرح النموذج العام الماضي. اول سؤال قال لي ان بايثن تريد ذاوت بتوفدف فولوين كود از. قال لك برينت بايناري باين ستعاش. ايش حيطبع? اول شي احنا عندنا كل نظام له رمز مخصص في البايثن. فنظام البايناري له اختصار باين رمز صفر به. اما الهيكزا نظام السوداسي رمزه صفر اكس. اما الاكتل رمزه صفر او. اما الان تجربة ما له رمز. ما له ايش رمز. تمام? هذا لن تكون عارفة. طيب. هنا لاحظوا انه بين قوسش نحط لك ستعاش. ويبغي يحول الرقم هذا ستعشر. لاحظوا انه ستعشر هذا في الديسيمل. ها? لانه ما مكتب اي حاجة قبله. لكن برا القوسش يعني يحول هذا الرقم الى ستعاش. فاول شيء اللي تعرفوا انه لازم لما ينطبع في البيت لازم يطلع لك رمز البايناري اللي هو الصفر بي. ومن ثم الرقم. عشان الثاني لازم تكون انت عارفة كيف تحول شابتر واحد. بتحول من ديسيمل لبايناري يستخدم ميزايا البايناري اللي هو واحد اثنين اربعة ثمانية ستعاش. الان كما الرقم ستعاش. تبدأ انت مين اليسار؟ تجمع. ستعاشر كل ما تجمع الرقم اللي بدك تجمعه تحط تحته واحد. لو ما بدك تجمعه تحط تحت سفر. طيب الان تجمع اليسار ستعاشر خلاص انت تحط تحت واحد. تجمع لانه ستعاشر هو جابه لك ستعاشر. طيب خلاص اللي باقي صفر 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 صفر. اذا هذا الرقم اللي هنطبع يكون صفر بي. وهذا الرقم قبل. اللي هو عشر الاف. اوكي? فلاحظوا الان هنا. سواري. لاحظوا الان. اللي هنطبع صفر بي وعشر الاف. هذا الخيار الصحيح. طيب. صار رقم اثنين. قلت لين بايت الثري. ذاوت. فلاحظ هنا ايش? لاحظ انه جوه. شوف الا قبل قبل الرقم الكلمة يعني بيحول لهكز. لاحظ. ولجوه صفر بي يعني هذا الرقم اللي بيتحول من باينر الى هكزة. طيب. لازم تعرف انه لما ينطبع. حيكون صفر اكس قبل قبل الطباعة. قبل رقم الطباعة. الرقم اللي بتحول له. لانه هذا بيدون انه هذا الرقم انت بتحول ليش لهكزة ديسيمل. اوكي? لاحظ انه الخيار الوحيد اللي فيه صفر اكس هو ايه. لازم تكون عارف كيف تحول من بايناري لهكزة يرجع لشابتر واحد. طيب. سوار الثلاثة قلت. هذا كلام خاطئ. عندنا انه هذا الجملة هذا الكلمة خطأ. هنا فاسر. ها? تسرع من الليست. موجودة في شابتة الرضون ثلاثة اواربا. سوار اربعة يقول لي سيمبل اف استيتمت. بير فورمز. ان اوكشن. ان اكشن. only when the condition is true. طيب. ايش الكلام ذا? عندنا اف استيتمت. عندنا انواع سيمبل اف وعندنا اف الف وعندنا ايش? تمام? طيب ابسط اف اللي هي سيمبل اف ايش يعني? يعطيك اف. تمام? اف. بعدين كنديشن. تمام? الان نقطة الراسية. اذا كان الشرط اذا كان الشرط راح ادخل في بلوكة ايش? الاف. البسيطة ها? اذا كان فالس اخرج. ولا يسويش البرنامج. اذا الجملة هذه مذكورة بالنصف في شابتر الاف ستيتمين. نقول الاف ستيتمين البسيطة. لكن حقها يكون تقدر تشتغل اذا كان اذا كان الشرط صحيح. اذا الجواب ترو. طيب. السؤال اللي بعده سؤال خمسة. قلي ذا اعطيك سترينج اي بي سي واستخدم اللي هي ايش? استخدم الريفيرس. تمام? عملية هذه الريفيرس. لكن لاحظ. لاحظ. يعطيك ارور ليش? انتبه. احنا عندنا عندنا في بعض العمليات ما استخدمها في سترينج وفي ايش? في التيوبرز. ليش? لانه سترينج نسميه ميوتيبل. ميوتيبل. ايش يعني ميوتيبل? غير قابل للتعديل. في ستة تمام? ستة تمام? نقولنا هذه ما ينفع استخدمها في التيوبرز وفي السرينج لانه غير قابل للتعديل. اللي هي السورد. ستجل عندك السورد. والابنت. الانسيرت. هذه ثلاثة. والبوب. والريموف. واخر واحدة الريفيرس. الريفيرس. ما تكفل هنا. هذه الستة. واحنا دلتة ربا حم ستة. هذا الستة الميثود ما ينفع استخدمها. هذه ما ينفع استخدمها في السرينج. تمام? وبرضو ما ينفع استخدمها في التيوبل. لانها غير قابل للتعديل. فهنا لاحظوا استخدم الريفيرس في في سرينج. فأعطيك ارور. سوال ستة. اقلو تد. كوريكت. اوردر. في دا. نوميريك. او. 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 نتقفين. طبعا. نحن نعرف اول عملية الترتيبة. زي الرجالية. اول شيء الاقواس. او. 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 بعدين. حلو. القسمة. على اختلاف انواعها. بعدين. الضر. تمام. بعدين. الجمع. فهذا الجواب الصحيح. ايه. تمام? واحد يقول ضب ليش ما نستخدم اسمي؟ هو اول شيء بقي استخدام ايش. اول شيء اقوى الاقوال غوص. بعدين. جوة القوس ايش فيها. اول شيء. ها هذه عملية تعتبر. يعني جوة القوس و القسمة. صح. يعني لو كان مثلا مثلا لو كان هنا. جوة. مثلا. مثلا. مثلا استخداما. ستقول العملية الأولى هنا أول شيء الترتيب الأقواس بعدين فاصلة بعدين الجوة القوس حلو فالجواب هنا ايه السؤال اللي بعده سؤال سبعة قال ان بايثن وتشوف the following is not a variable name طبعا نقول المتغير لا يمكن نبدأ برقم وهذا الاختيار هو سي طيب سؤال ثماني قال which statement is an error in python لاحظ انه في الوبرائتور عندنا اذا قال لك لا يساوي تحط علامة الاستفام هذه ولا يساوي وبعدين اليساوي لو بتأكد يساوي تحط علامتين يساوي تمام لو بتقول اكبر من يساوي تقول اكبر من او يساوي اصغر من اصغر من او يساوي اما هذي ولا قد جاد في بايثن حط لك ار فالجواب الخاص الصحيح هنا سي انه يعمل ار في ايش في البايثن طيب سؤال تسعة قال هو تشستبينت برنسة the following output تمام نقول اي من هذه العمل منها من هذه الجمل اطبع لي الكلام ذلك طيب شوف احنا عندنا شي اسمه backslash انا لو اطبع هذا ال backslash ايش الامر اللي استخدمه استخدم اثنين backslash احطها بالونت هنا استخدم اثنين backslash اوكي اذا لو اطبع backslash واحدة اكتب عندي في الامر اثنين backslash كل اثنين backslash اطبع backslash واحدة اوكي فلاحظ هو هنا يبا يطبع هذا لاحظ انه فيه backslash هنا فيه backslash هنا فايش الامر اللي حتكتبوه شوفوه print طبعا string هذا احط على متى التنصيص هنا البداية لاحظ بعدين لاحظ انه فيه هنا باكسلاش انت اطبعها تحط اثنين backslash يعني نكمل عندك الى ما توصل للنهاية بعد علامة الات حط برضو اثنين backslash حلوين كده حيطبع لك الباكسلاش اللي في بداية الباكسلاش في النهاية فالجاوب الصحيح هو ايش هذا طبعا هذا خطأ لانه باكسلاش يعطيك سطر جديد وهذا باكسلاش يعطيك سطر جديد وهنا اصلا ما في علامة التنصيص فهنا اصلا سنحطيك error فالجاوب الصحيح بي سؤال العاشرة قال لي the output of the following python code is طبعا هنا الكود مكتوبة وموضح بالازرق اعطاك string تحتوي على cs بعمل لك print s زاد 2 انت انت تقدر تجمع string تمام مع string عادي تدمجه الجمع هذا في string ليس انك تجمع دمج ايش يعني دمج لو كان عندي string مثلا خمسة كذا كتبت لك زايدا مثلا سيجمعه ونصيقه مع بعض حيط له عمر طباعة خمسة اس تمام نفس الفكرة هنا نفس الفكرة هنا نفس الفكرة هنا فالجاوب هنا دي طيب سؤال رقم احدها تقال لي what is the result of the given expression اوكي هنا ايش العملية ايش الناتجة من هذه ال الكسبرية طبعا تمشي حبة حبة ها تمشي حبة حبة طبعا بالأولويات ما تنساها اول شي ايش عندك الضرب بعين القسمة بعين الجمع الطرح تبدأ حبة حبة اول شي عندك هذه العملية هذه ضربة عندنا عمليتين اول شي عند اصفت ايش عن الاضر ب قسمة طبعا هذا القسمة الصحيح يعطيك القسمة الصحيح من ناتج القسمة ويحذي في القسمة الكسري طيب له اول شي عندنا ضرب القسمة او قلنا في اه الاضر باقسمة الاضر يجي اول واحد هو اما القسمة لانه في نفس المستوى لاحظوا لجاني من يسرتب دام جاعدينا الضرب لاحظ الضرب هذا ثلاثة ضرب ثلاثة كم يعطيك تسعة إذن صار يصار عندي الآن اثنين زايدا تسعة ناقص اثنين قسمة اثنين طبعا هذا الشرطان هذه هذه قسمة صحيحة يعني يعطيك القسمة الصحيحة من ناتجة قسمة وحدة في القسمة وحدة في القسمة الكسري طيب الآن هنا عندك اثنين تمام اثنين قسمة اثنين كم يعطيك واحد صار عندك نصر زاكرة اثنين زايدا تسعة وهذا كله اللي حطي لديه صار اش واحد ناقص واحد صار عندك جمع طرح تبدأ اش باش حسب اللي ما تشوف اللي يجيك اثنين زايدا تسعة كم يساوي احد عشر ناقص واحد والجواب يساوي عشر اذا الجواب هنا سي اوكي طيب سؤال اطناعش قلقين بايثون ثري اكس يساوي واي وستلاتة عزل كيف تكتبها في البايثون تمام كيف تكتبها ايش في البايث طيب شوف حتقول اكس يساوي تمام واي الاس نستخدم ليش نجمتين نجمة نجمة ثلاثة بعدين هذه قسمة قسمة هذه العادية القسمة العادية القسمة العادية اللي هي تحط طالة ايش هذه على زد اوكي عيد شوفو اكس يساوي واي الاس نجمة نجمة ثلاثة هذه قسمة عادية ها الشرطة هذه اللي في لها حط قسمة عادية هذه قسمة العادية على زد فالجواب ايه واحد يجي يقول لي طيب اه ليش ما اخذت مثلا طبعا الثانية غلط واضح الثالثة برضو غلط واحد يقول ليش ما اخترت دي اديها لضرب لما تحط نجمة واحدة ضرب فبرضو خطأ الجواب الصحيح هو ايه اكي سوال ترطعش قال لي سبوز عندك سترينج اسمه استي ار اسمه متغير استي ار ماذا تعني ابدأ ثالث اسمه الترطي في نغطر لليهم تمام انتقل للمين الجواب الصحيح اي اخترت افضل بعمر الطباعي يطبع له هذه الجملة المين الشرطي في نغطر لليهم نقطر لليهم طيب اول شي المهربة تمام تذكر بعدين اولا نجي نجي الخطأ الخطأ هذا الدي لانه اصلا هو ما في كلمة بعدين نجي الان لاحظ او بيو سي لو انت ترقم الانديكس عندك هنا احنا عندنا ترقيم في في البايثون الكي اس اي الانديكس عندنا ابدأ من صفر صفر واحد اثنين هذا لو اديت من ترقيم من من الاسار في ترقيم من اليمين ابدأ بسالبة يعني عند الواحد عند الاي سالبة واحد عند الاس سالبة اثنين عند الكي سالبة ثلاثة اذا لو باطبع يا ان يقول اا اا واحد او سالبة اثنين ها فلاحظ انه هنا لما نقال بريند دميد الكاركتر الى الجملة هذا بعدين استيار حط واحد تمام لي لانه هنا الاس تمام هي نديك سوعة واحد او ايش سالم اثنين فما في سالم اثنين فالجواب الصحي هو بي اوكي سؤال اربعة عشر قلي داوت وده فولوينج بايثون كود از اعطاك سرنج حاط في لون الهاشتاق وحط علامتي تنصيص عن السرنج عادي بعدين قلي اس يساوي اس نجمة اربعة قلنا النجمة يعني تكرار ضرب اس ضرب اربعة يعني كرر كرر السرنج هذا اربع مرات يعني ايش حيطلع حيطبع الهاشتاق هذا اربع مرات واحد اثنين ثلاثة اربع اوكي فالجواب الصحيح بي طيب سؤال خمستاش قلي داوت ودفولوينج بايثون كود از قلي اس اعطاك ال السرنج هذا بايثون تري اي بعدين قل لك سرنج بعدين حطله الاقواص هاي بيهشوف الانديكس يعني الترقيم اشوف قولنا احنا لو كان عندي تمام كذا قوس فارغ تمام كذا سوري وعندي كذا عندنا ثلاث حالات اما بداية ونهاية او كده يكون عندي نقطة هنا ونقطة هنا كده تمام حيكون عندي ثلاثة اشياء هذا البداية هذا الاول وحدة اللي حط على رقم واحدة البداية بعدين نحط عليها رقم اثنان هي النهاية بعدين نحط عليها رقم ثلاثة هي اعاد الخطوات اللي بتمشيها ودائما تعرف ان دائما لو كتب لك مثلا البداية من اثنين والنهاية خمسة يعني نروح الاندكس اثنين ابدأ ودائما تاخذ ايش ناقص واحد النهاية ناقص واحد يعني مثلا لو كان عندك سترنج تمام مثلا سمي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة صفر سترنج هذا ترقيمه هذا الصفر واحد تعرف انت ترقيم صح تاخذ السترنج من الاندكس من اثنين الى اربعة ما تاخذ الخمسة اوكي فلاحظ هنا قال لك اشوف لو كان البداية فارغ عملاته يبدأ من الاندكس صفر وروح لسالب واحد تعال هي شوف تعال شوف الكلمة عندنا بايثون صح تعال نرقم صفر اوكي صفر الواي واحد والتي اثنين اوكي ثري اي يلا تعال نرقم الاندكس عندنا واحدة واحدة البي صفر والواي واحد والتي اثنين والاتش ثلاثة والاو اربعة والان خمسة والثلاثة ستة والاي سبعة اكي في ترقيم ثاني برضو ايش اللي تعكس الاي سالب واحد وانت رايح فهو قال لك الان ايش لاحظ قال لك البداية صفر يعني تبدأ من هنا البداية داما تاخدها من الكلمة من حرف البي والنهاية سالب واحد تمام يعني اخر شيء كمين سالب واحد داما اعطاك النهاية سالب واحد يعني تطبع ايش تطبع ايش تطبع القبلها داما النهاية ما تاخدها ها يعني انت هنا لو عندك شوف لاحظ. عندك هنا هالاى هذه سالب واحد. والثلاثة سالب اثنين. يعني ما احتي انxyت خير تنقص منا واحد. اذا كان هذا الاندكس سالب واحد والثلاثة سالب اثنين هو اعطاك رقما انxyت لكن تاخذ القبلها سالب واحد . سلنا اطبع يعني يعني توجي تضع من هنا الى هنا. الاخ ι ما تاخذ. اوكي? فطبح بايثون ثريه لو فقرأه. حلو? طيب سؤال 16 قال لي سب قوس اس عندك سرينغ 1 2 3 4 5 وقال لك ايش الجملة احطاك اعطاك هذه الجملة 5 4 3 2 1 تلاحظ انه اصلا عاكس هذا السرينغ فاستخدم ايش? استخدم ايش? تستخدم الاقواس هادي اول الشيء. انت عندك السرينغ عندك واحد اثنين ثلاثة اربع. ما استخدم الريفيرس ها? الريفيرس ما يستخدم في السرينغ. لانه ما غير قابل التعديل. فعندك طريقة انت تطبع عاكس. ايش سوي? تقول اس قوس. تمام? هتقول ايش? البداية فارغ. انت يبدأ من يصبح البداية. بعدين كده النهاية برضو يعني تبدأ تاخد السرينغ كامل. شوف اذا ما حقيت هنا رقم. هنا. في البداية باللي فاحط على خط احمر. والنهاية هنا رقم. يعني هتاخد السرينغ كامل. بس كيف هتمشي? قال لك سالب واحد. يعني هتبدأ من فين? سالب واحد وتمشي عاكس تنقص سالب اثنين سالب ثلاثة سالب اربع وزي كده صح? فلاحظ عندك هنا لان عندي السرينغ هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. اوكي? فلو تلاحظ انا عندي الخمسة هذه ترقيمها سالب واحد. والاثنين والاربعة سالب اثنين. وهذه سالب ثلاثة والاثنين سالب اربعة وهذه سالب خمسة. حلو? هو قال لك اباك تجيب لي السرينغ كامل. لاحظ لان انا بداية فارغة وان انا فارغة سالب كامل. لكن استبدأ عاكس سالب واحد. يعني تنقص كل شوية تمشي واحد 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 واحد. تاخذوا كامل. ها? تاخذوا كامل. يعني تبدأ واشي خمسة. بعدين اربعة. بعدين ثلاثة. بعدين اثنين. بعدين واحد. حلو? تمشي كده مليميين اللي سارب. استطبع كده. حلو? فالجواب الصحيح هو ايش دي. اه لو مثلا جينا بريند اس سالب واحد تبدأ من سالب واحد. هنا. تروح للنهاية والنهاية فارغة. هذا ما قد جاء اصلا كده. اه اه اعتبر لو مثلا نجنيد التأكد. يلا. نروح مثلا هنا في البايثون. شوف. بس انا اكد لك. كلام ذا. ولا خلاص. اظن ان انت مديك تاكده. امشي ان الجواب الصحيح هذا. ما احطه لك كده اكثر من كده في الفيديو. تمام? السؤال اللي بعده قال لي ايفرض ان عندك سترينج اي بي سي دي. اي الجملة التي تطبع على اي بي سي دي. واحدا تلاحظ ان الحروف كانت كبيرة. ويباك تحويلها صغيرة استخدميش اللور. اسدث لور فالجواب هو ايه? طيب. سؤال 18 قال لي داود اعطيك برينت ابس. والرقم هذا طبعا اه الدالة الابسولود تعطيك الرقم بدون اي اشارة. اعطيك رقم صحيح موجب. فالجواب هنا سي. سؤال دي سالب واحد اوكي. سؤال عشرين قال لي داود. اعطيك التيوب لهذا لاحظ. واحد ثمانية ثلاثة اربعة تسر. وبعنقل برينت دوت اندكس. تمام? الاندكس يعطيك مكان اول ظهور الاكس. احنا عندنا الترقيم قلنا في الاندكس ايش? ابدأ من صفر. فالواحد هذا صفر. والثمانية واحد. والثلاثة اثنين. هو قال لك اه روح في اللسة عنده شوف ثلاثة فمتا كان موقع ظهوره عند اندكس اثنين. فالجواب هنا ايش? اثنين. سؤال واحد وعشرين قال لي داود. the following python code is. لاحظ اعطيك ديكشنري. احنا قلنا ديكشنري مكون من key و value. تمام? عشان تطبع او عشان لو تطبع اه. value تبع ديكشنري تكتبش. بس تكتبش الكي داخل الاقواس هاي. لما تكتب d y يعني اروح للكي. y وشوف ايش قيمة وضع. تلاحظون قيمته ايش انا كم? خمسة بوينت خمسة فطبع ايش. خمسة بوينت خمسة. سؤال اثنين قلت دا. in python x is y is represent. ايش يعني ايش كلام دا? يعني اكس تساوي واي. كيف مثلها في البايثون? اكس يساوي يساوي يساوي. صحيح. اوكي. اما هذا لو انت سند قيمة y ليس شرط تكون تساوي. لك ما نقول لك اكس از ويعني اكس يساوي يساوي. فالجاوبة الصحية اكس يساوي يساوي. اوكي. سؤال ثلاثة عشرين قال لي. an identifier. كان start with the digit. تمام? قلنا هذا كلام خاصي. المتغير لا يمكن نبدأ برقم. طيب سؤال اربع وعشرين. قال لي python is high level programming. هذا الجواب صحيح. عندكم نظري في الشابتر. اه طبعا لو عقب على الكلام. دا فيش اسمه سمبي لانجوش تاخدوا بعدين. سمبي لانجوش هي low level programming. تمام? اما اللغة برمجة هي high level. طيب سؤال خمسة وعشرين. قال لي out of the following python code. لاحظ. احطق اكس قيمة اكس ساوي اثنين. وقال لي هي الاكس اكبر من الصفر نعم. هذي ايه في السيتمت. اذا اثنين اكبر من الصفر. true. حيدخل في بلوكة تبع عيش. الاثنين. لاحظ فيها print يطبع كلمة output بعدين فاصلة اكس ضرب اثنين. اكس كم اثنين ضرب اثنين كم اربعة. بعد ان انتهى من الامر بعدا. فاول مرة طبع output بعدين اربعة وسطر الاخير. طبعا هذا السطر. الاخير هذا كده كده حيطبعه. هذا خلاص. انت كده انهيت البرنامج. هنا. الا تحت هذا اي امر يشوفه طبعه يطبعه لانه خلاص ما له دخل البرنامج. كده كده يطبعه. طبع ايه? طيب السؤال ستة عجلين قللي. the output of the following bython code is. لاحظ. الضغط يمتلك ساوي سالب ثلاثة. طيب الان دخل في جملة اف. هل السالب ثلاثة اكبر من صفر فولس. دعم فولس ما يدخل في امر اه الطباعة او او بلوكة الف يروح الالس. الالس واجه فيها ايش? سالب واحد ضرب اكس. الاكس كم? ثلاثة. فسالب واحد ضرب صالب ثلاثة يعطيك ايش? ثلاثة. فالجواب يكون ايه? ثلاثة. طيب السؤال سبعة وعشرين. سؤال سبعة وعشرين قللي دعوت. put of the following bython code is. لاحظوا هنا اللي اعطاك لسه فيها خمسة ثلاثة وسبعة. قللي اف الواحد. ايش يعني? البعين بين قوسين هذي? معنا انت اندكس الواحد. روح اندكس الواحد. شوف هل هي اكبر من او سوى ثلاثة? اندكس الواحد كم? لاحظوا ان الاندكس هنا الاول صفر. هذا واحد. هذا اثنين. اندكس الواحد كم ثلاثة اذا. هل الثلاثة اندكس الواحد اللي قيمة الثلاثة يعني ثلاثة اكبر من الثلاثة? نعم. اذا كان نعم ادخل في بلوكة ايش? الاف. اذا اطبع برينت الا الواحد. روح للاندكس. الواحد كم قيمته? اللي فيه المخزن فيه ثلاثة في اطبعه. بس. فراح طبع ايش? ثلاثة. سؤال ثمانية عشان قليت ذاوت بتوفي ذا فلوين بايثن كوت از لاحظ. اعطاق قيمة الاكس سايو خمسة. قيمة الوا يساوي اثنين. بعقل هالكس اكبر من اثنين? هالخمسة هالسوري هالخمسة اقل من اثنين فولس. بما انسط لم يتحقق. فما حيجي لابر البلوك هذا. حينزل اطبع اكس ضرب واي. الاكس كم خمسة? وضرب الواي كم? اثنين فيصير الجواب عشر. اوكي? سؤال تسع وعشين قليت سابقوس. افرط اكس وساوي واحد. الواي ساوي صفر. which of the following is false? اي من هذه الجمل الخاطعة. يلا. هذا الاكس تساوي. نجي اول واحدة اي? هاي الاكس تساوي الواي? خطأ. هنا اول شيء false. بعدين or. هاي الاكس اكبر من الواي? true. الواحد اكبر من الصفر. احنا عندنا امرين. الاور. الاور متى يعطيك true? خلينا اوضحها لك. الاور. اعطيك true اذا كان واحدة من الجمل صحيحة. يعني مثلا اي اذا لقيت بس true واحدة خلاص اعطيك الجملة كاملة true. تمام? اما امر الآن لازم ان تكون كل السلوط صحيحة true. والثاني true عشان اعطيك true. هو يبقى الجمل خاطعة. فهنا اول واحدة. هذا كان false وهذا true. لكن الناتج اعطيك true. فاي خطأ. ما اختار. هو يبقى false. تعال في امر بي. هاي الاكس تساوي الواي? لا. هنا false. طيب هاي الاكس اقل من او تساوي الواي? لا خطأ لانه الاكس واحد. false. اند اند اذا اطلعوا خطأ يعطيك اش false. فالجواب هنا بي. تعال نشيك على سي. هل الاكس لا تساوي الواي? صحيح? true. طيب. هاي الاكس اكبر من التساوي الواي? true. اعطيك true. انا ما انا بشي يطلع false. اخر واحد هاي الاكس لا تساوي الواي? true. طيب. او خلاص ما ما هي مني. منو ما طلع عندي واحدة true الجواب true. تمام? فالجواب الصحيح هو بي اللي اطلع لي false. سواء ثلاثة نقول لهم بايثون. اه فرار ام بتلس كيف انشي لسه فارغة احط القواس هاي بس. القواس مربعة. سواء واحد ثلاثين. قل لي فلوش شارت هذي يمثل لي بسيطة خطأ. ليش? عندك بس شيئين. يا true. يا false. اذا true. يكمل البرنامج يطلع خلاص. اذا false. برضو ايش يكمل البرنامج ايش? ويطلع. لاحظينا. اذا كان مثلا true. يسوي عملية ويرجع. تمام? اه اذا كان اذا كان true. ينفذ امر. ويطلع. واذا كان انا مانا شايف صراحة هنا. ايش مكتوب. ايش مانا شايف صراحة. لكن هذا امر اروح لفلوت شارت عندكم في في الشابتر. هذا مو شكل ايش? اه 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 سيمبل سيتمين. احضروا ان نبحث عنها في النتعة ايدي ما عند اي اشكالية. اشان ما بطول في دوكتر من كده. يلا اشوف. شوفوا. فلوت شارت. فلوت شارت. فلوت شارت. اف. لاحظوا. لاحظوا. لاحظوا كيف شكلها? واحدة يمين واحدة يسار بس اعطيك مربعين. لاحظوا هنا في الشكل. هذا مو شكل في السيتمينة البسيطة. طيب السؤال اثنين ثلاثين. قال لي هذا الكودش لاحظوا. لاحظوا انه هنا اف. تمام? جملة اف بعدين اذا كانت اف يو ان يو كيو. هل يو في الحرف اليو موجودة في السرينج هذا نعم. اذا كان الكنديشن صحيح يدخل على ايش? بلوكة البرينت. لاحظ هنا في بلوكة برينت ما في ايدنتيشن. ما في مسافة بادية. لاحظ ان البرينت كانت على نفس بداية الاف. فهذا خطأ يعطي خطأ. فالجواب هنا ايش? ايرور. يعطيك ايرور. طيب. سؤال ليش اير لان? ليش اير اعيد? لانه هنا البلوك لما تدقوا على الجملة الاف او البلوك تبع الاف لازم يكون فيه مسافة. يعني كده اف. بعدين هنا بلوكة. نقطتين. سيب مسافة هنا كده. بالاخرين نحطها بلون ثاني. بعدين تكتب اوامرك. فما ينفع تكتبها على نفس ايش البداية تبع الاف. فهذا خطأ. سؤال. ثلاثة قليت. لاحظ. اعطاك سرينج اس. دخل فيه سرينج اسمه هاي. بعدين اضع لي السرينج هذا يعني اضع هاي. شرطة بايثن تري. اضع اول شي. هاي. بعدين ايش? ادمجه مع بايثن تري. والشرطة هاي. فالقلي برينت لن اس. اضع لي ايش? لن اس. يعني اضع لي عدد السرينج هذا كامل. هلو? الان نشوف. طبع اول شي اس. دمجه مع ايش? تمام? بايثن. طبع يعني اس اللي اهاي. بعدين ادمجه مع بايثن. طبع في السطر اول. بعدين قلي برينت لن اس. لن اس كم? الان? اطلع هنا وشوف الاس كم? 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 الان يعود دلك? يعود. كم السرينج? كم? كم? كم عادة احرف السرينج? يبدأ عادي بعد واحد واثنين? فالجواب هنا حيكون ايش? اثنين في السطرة الثانية. تأكد نتأكد يلا. مثلا نروح في البايثن. ولا خلاص عادي نتأكد. حلوين? عشان بس لا اطول الفيديو. طب السؤال اللي بعده. خلينا بس نتأكد كده على السريع عشان ايش? ولا خلاص انا ما اطولت ولا نصف ساعة. طيب. السؤال 34 قال لي داوت بتفولوينج بايثن كود از. قال لي اس اعطاك السرينج هاي. اضع اس ادمجه مع بايثن. تمام? هادي امر اولا طبع اس مع بايثن. اللي هي هاي مع بايثن. بعدين برينت اس ريبليس. هنا تستبدل. تمام? تستبدل ايش? تستبدل. حلو? يستبدل لي حرف الاتش بايكس. ويضبع اللي يجيك. ها. اس فيها ايش هاي صح? فشيل حرف الاتش يحط مكانها اكس بس. امر اولا طبع هاي بايثن لانه ما سوى اي الشيء هنا في صدر الاول. بعدين امر الثاني اتش. ان شاء لحط مكان اكس. حلو? طيب. اه نجي اللي بعد الاحين. السؤال اللي بعده. السؤال خمس سراتين. قال لي ايش الاوتوت هنا? اول شيء هذا البيثن السرينج. بعدين. لين اس اتنين لخمسة. يعني الاندكس من اتنين لخمسة. ها. تلاحظوا الاتنين عندك هنا اذا كان البي صفر. والواي واحد. والتي اتنين اندكس نتكلم موقعه. حلو? بعدين الاتش ثلاثة. والاو اربعة. والان خمسة صح? هو قال لك احسب لي احسب لي ايش عناصر السرينج هذا من اثنين لخمسة. ولكن لاحظين اعطاك ايش حق الاندكس هذا. لما تحط القواس هذه البداية مع البداية اثنين تأخذها والانية ما تأخذها. تعال ليش نكتبها? اوش غير نكتب ايش؟ كلمة بايثون هنا. بايثون. ثري اي. اوكي. يلا. هذا اندكسها كم? صفر. هذا واحد. هذا اثنين. هذا ثلاثة. والاو اربعة. تمام? والان خمسة والثلاثة ستة. والاي سبعة. عليش على الحروف? اوكي. قال لك مئة اثنين لخمسة. تعال. فان اثنين. ابي لا يتأخذها. والنهاية ايش? ما تأخذها ايش? ما تأخذها. فاندحين. اذا كان الاي سبعة. تمام? والثلاثة ستة. والان خمسة. يعني هنا تجي. ما تأخذ النهاية. تطبع ايش? هادي. بس هو قال لك يبغلين. يبعد لك كم? تعالوا على العد عادي. العد عادي. لا تنخبطوا. العد تعالوا على العد عادي. التيب واحد. والاتش بي اثنين. والستة ثلاثة. والأو ثلاثة. يعني كم مدحنين الالين? كم عادي عناصر السرينج الآن المحصورة بنادو هذه? ثلاثة. اوكي? فالجواب ثلاثة. يعني كأنك الاندكس اثنين. وثلاثة. اربعة وخمسة. دائما نقولنا في الاندكس اذا اعطاك بين القواس هذه المربعة. البداية تأخذها وانا ما تأخذ. يعني تجي تقول انا سأخذ. اثنين ثلاثة واربعة. خمسة ما اخذها. احنا كم هذه عدة اللي هي? واحد. اثنين ثلاثة. فالجواب ثلاثة. لن يعود. يعود عد. سؤال ستة وثلاثين. قالي داوت. وفي فلوينج بايثن كوديز. اعطاك لستة وقال لك سورت. السورت يرتب لك من الصغر لكبر. يعني يجي يرتب لك لسة هذه. من الصغر شيء سالي بثلاثة. واحد. اثنين واربعة. بعدين قال لك إلدت ابنت. لابنت في اللسة يضيف على آخرها. تمام? اللسة الآن كانت صارت كده سالب ثلاثة. واحد. اثنين. اربعة. ويضيف على آخرها خمسة. فيكون برضو في خمسة. ويطبعي الآن اللسة. ها سالب ثلاثة. واحد. اثنين. اربعة. خمسة. وقال امر سهل. سؤال سبعة وثلاثين. قلت سببوس عندك لسة سبعة وسالي باربعة واربعة. اي من اي من اله. هذه الاختيارات ستطبعي للأودبوت هذا. شوف. انا اتوقع هم اختاروا دي. انه كأنه. كأنه. هذه كلها الكتابات هذه الاومر مكتوبة اتباعا اربعة. لانه لو كان. كل خياري حاله. فالامر الصحيحي اللي اطبعي لهذه الجملة فقط ايه. ركز معايا. لانه تطبع في رزالتس ماكس يعني يشوف اكبر رقم في اللسة اطبعها. لكن انا اتوقع انه كل هذه الاختيارات. اي لسي. هي مكتوبة اتباعا. ليش? تعال شوف. تعال شوف. انا كتبتها. او سوري خلين اشرحها خلاص عادي. شوف. لما انتكتب اول شيء الامر ده. حيطبع لك هذا الامر. صحيح. بعدين. الدوت سورت. حيرتب لك مايه الاصغر الاكبر. حيرتب لك ايش? سالب اربعة. ليس يصير سالب اربعة. اربعة. ما ادري ليش السالب اربعة. بعدين. اربعة. سبعة. هذا الامر الثاني. بعدين يقول لك الامر اللي بعده. print the result is. ال اندكس السالب واحد. الاندكس السالب واحد هذا هو السبعة. فهيضع برضو سبعة. طيب. بعدين. فقرس يقول لي print the result is sum. لما انتج مع الان. تجمع سالب اربعة. وزايد اربعة صفر. وزايد سبعة. سبعة. سيطبع سبعة. اذا الجاوب الصحيح هنا كلها. ايه. وبي. و سي. تمام? يعني الجاوب دي. السؤال ثمانية ثلاثين قال لي. the output of the following python code. لاحظوا ان اعطاك الامر هذا. وبعدين نسوي sort. تسقي اترتب من الصغير الكبير. يعني صفر واحد ثلاثة سبعة. بعدين قال لي يطبع لي ال ال اتنين عن الاندكس اتنين. كم موضي انشاء المركات.